أجواء مشحونة في العراق بدأت تفرض نفسها بنفسها كنعكاس طبيعي لما يجري بين أقطاب العملية السياسية التي لم تهدأ صراعتها كما كان متوقعا رغم إجراء الانتخابات المبكرة كرسي رئاسة الحكومة محل العقد والربط في العراق أساس الصراع حاليا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الموالية لإيران هذا الصراع لم تخفي الميليشيات الموالية لإيران نيتها فيه اللجوة إلى الشارع وسلاحها لإعادة الأمور إلى نصابها بعد اتهامات وجهتها بالذات لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بتزوير الانتخابات اتهامات لا تخفي التقارير الأمنية والسياسية بناء عليها خطر اندلاع صراع مسلح خلال فترة تشكيل الحكومة المقبلة لا سيما بين الصدر والمالك الذين يقود كل منهما حراكا مختلفا لإعلان الكتلة الأكبر والتي من حقها تشكيل الحكومة ذلك في تكران لسيناريو مشابه لما جرى في الدورات البرلمانية السابقة اشتد الخلاف أنذاك حول تفسير البند الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الكبرى في تشكيل الحكومة خصوصا بعد تفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية بشأنها وهو أن الكتلة الكبرى ليست الفائزة بالعدد الأكبر من الأصوات في الانتخابات بل الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان بأكثر عدد من المقاعد على الجانب الآخر يظهر أن نتيجة المحتمة من لجوء الأحزاب والميليشيات الخاسرة للتهديد بالعنف هو التوافق على رئيس حكومة ضعيف يفشل من جديد في مواجهة الفساد ويتهرب من المسئولية عن الحكم الفاشل الذي كان سمة النظام السياسي الذي تسعى الأحزاب لحفاظ عليه وعلى مكاسبها فيه حتى لو تطلب الأمر إراقة الدماء من جديد ترجمة نانسي قنقر